شكراً سي يشام لأنك قبل تدير معنا حوار أو يعني المعروف بكافر مغربي أو أشهر كافر مغربي على الويب يعني مرحباً سي يشام وفي البداية منكراش أنك تدير واحد نبدأ له يشام الناس لمعمرهم عرفوه لمعمرهم سمعوه اللي غاد يحاولوا يشوفوا على مقاعدين الأول شكراً عزيزي أنا متنعت أورش راسي يعني كبير الكفارة ولا الفجارة أحد الإنسان عادي جداً مولود في المغرب مشي أصل يهودي كما كانوا يقولوش حالها دي دبا شوية انقصت ولا شوية التعايش مع الكفار المغاربة على أنه مراه الناس بحالهم بحال الناس كاملين يعني الواحد مغربي بالتلق أنا عازد يالومس يعنيش أنه ماشي مغربي ولا ماشي أصله مغربي ولا التي خرج العافية من فمه ليس لديك من جهوة لديه على مرحلة، فأنا عاشت في المغرب فأنا أشفت في المغرب وخرجت الأوروبا في سن صغيرة كانت لدي 18 سنة كنت لألمانيا لتدراسة وكنت ناشيت في الحركات الإسلامية في المغرب في قاع المدة، يعني قلت من طفولة وانا في الحركات الإسلامية تخرجت ملتحك بألمانيا كيف تضبط؟ هو في الأول كان الإصلاح هو الجديد من بعد العدل الإحسان غير التبليغيين هم الوحيدين اللي ما كنتش ناشيط معهم فمن مشيت لألمانيا طبعا كانت الفترة التسعينات كان الفترة الحرب اللي كانت في البوصنة والهيرسيك فتلاقيت ما بالمجاهدين عشت في المسجد واحد المدة طويلة تلاقيت ما فشتطدمت بالفكر السلفي بالدين كما تنسميها الدين الحقيقي ما شهدك الدين السطحي المزور اللي كان في المغرب فتما تعرفت على الأغوار والمغاول ديل الدين الإسلامي وطابعة الحال يقدر يقول الإنسان أن تشدد ولا شي حاجة ولكن أنا كنت نطبق الدين كما هو كان في النصوص دياله وكما كان في القرآن يعني القصة طويلة بعرفش نصردها ستأخذ وقت طويل نعرفه غير تحول يعني من كيف ما قلتي من الحركات الإسلامية إلى تبني الإسلام السلفي إن صح تعبير التحول إلى الإلهاد أو إلى الكفر بديل الإسلامي هذا مصار خدالي قريباً عشر سنوات وفي التسعينات النقطة التحول للي كانت هي أنني من بعد الخروج ديالي من المشجد في ألمانيا لبعض الإكرهات فشاءت الصدف أو الأقدار إلا بغي يسمع الإنسان لأنني اسكنت في واحد الحي جامعي ديال واحد الجامعة مسيحية تقيت تماما مشي للطراسة غير باش نسكن ولكن بغيت ندير الدعوة مع المسيحيين في الحي الجامعي فتما كانت نقطة التحول لأنني لقيت رأسي الفهم ديال القرآن المسيحية والفهم ديال كاتب القرآن المسيحية ماشي وهادك فكان عندي واحد المعضيلات بجيت نفكر نقول يا إما القرآن صحيح يا إما هم غالطين ولا العكس ولكننا نشوف حقائق تاريخيات نشوف أمور في الدين المسيحي تتبين بأن نرى اللي يكتب على المسيحية في القرآن مفاهمش بزاف فدار لي مشكلة فهنا بدأت البلبالة بدأت مسلسل الشك والتأمل بدأت من هذ النقطة هذي يعني كانت في منتصف تسعينيات ومشا دك شي تتال الفين وخمسة الفين وستة من خرجت من الإسلام بشكل رسمي يعني ما كينش طبع الوقت دك شي اللي نتيك وتي مر كل شي بسلاسة ما تحش الإنسان يعني بالطبط فوقاش النهار اللي غادي يخرج ولكن تتتعرف الإيمان تبقى غادي وتنقص فهنا عاقل على رمضان الفين وستة هو أول رمضان لما ما صمت فيه فكان هذي تنظن إشارة قوية على أنني سوف يبقى تشتن أم نعم وهو يعني السبب المباشر أنك اخذت هذا القرار وتصدف مع رمضان أنك ما تصوم شنو الحاجة اللي ربما كانت هي كيف ما كان سماوات بيكليك اللي خلاك أنك سوف يتقرر بأنك سبتعد عن الإسلام هي مجموعة ديالتاراكومات بدأت طبعا بالأخطاء اللي قلتانا ديال لأخطاء كاتب القرآن في أبسط الأبجديات ديال الدين المسيحي والديانات الأخرى من بعد هذه البلبالة اللي وقعت لي ذك الوقفات التأملية هي اللي أدات بيها أنني تنشوف المسائل الليك تندوزها بحكمة يعلمها الله وذلك شيء اللي تنتأمل فيها أكثر واللي تركز فيها أكثر فهنا بدأت يبنوا لي المشاكل الأخلاقية ديال الإسلامي اللي معروفين والتي تغاضع لهم الإنسان تحاول يتجاهلهم والتي تنساهم طبعا العبودية اللي كانوا في الإسلام الحدود مجموعة الجهة الطالب طبعا اللي هو كارثة فهنا ولي تنتأمل في هذه الأمور هذي تنشوفها من واحد المنظور يعني بحل لي تقول ذاك البلبالة اللي دارت لي الأخطاء ديال كاتب القرآن في الديانات الأخرى بحل لي حيدات لي ذاك الانحيات التأكيدية شوية واللي تمحايد في النظرة ديالي فوللي تنشوف هذه المسائل اللي أخلاقية أنها لا أخلاقية فنقدر نقول أن السبب الرئيسي أنني تخليص على الدين الإسلامي وهو ديكتارا كومات ديال المسائل الأخلاقية اللي كينف الدين ما فكرتش يعني مني كان السبب الأساسي هو الرؤية للإسلام المسيحية أو لكما كتشفتها نتعبئ أنك تحول يعني من الإسلام إلى المسيحية أولا؟ لا المسيحية عندها كذلك مشاكل ديالها أنا مش كانت عندي مسألة ديال أنني نتحول من دين إلى دين بالطرورة طبعا كان عندي اهتمام بالمسيحية بسبب الطراسة كان عندي شوية ديال التعاطف وعندي كذلك بحال تقول هواية وواحد الإعجاب بالتاريخ المسيحي لكن عمرنا تقتصيا هي بالدين المسيحي لا إيمان حقيقي بالدين المسيحي ما عمره كان وماشي ضروري سرتول أن أتجاوز هذه المرحلة فقط لا دينية أنا ملحد ملحد لا أدري لا ديني لا أؤمن بأديان ولا أؤمن بآلهة الأديان فأنا أتجاوز هذه المرحلة الأختيار ما بين دين ودين ربما في ذلك الفترة من أن تخرج الإنسان من الإسلام ومحتاج واحد دفعة روحية إليك أن هو واحد الإنسان روحاني لا كنت أتكلم عن ذلك الفترة يعني بقي دائما في فترة 2006 ما كانش يعني الاعتقاد في المسيحية واحد البصاج إلى الإلهاد أم تحول من الإسلام مباشرة إلى الإلهاد أنا تنظن أن أي إنسان لا يمشي من الإسلام من خروج الإسلام ديركت للإلهاد لا تنظن أن هذه ممكنة وإلا كانت ستكون هي الاستثناء ماشية القاعدة تنظن أن القاعدة هو أن الإنسان مجرد لا يتخلص من الإسلام يتخلف بين قوسين وفترة الربوبية ربما السبب ديالها هو الخوف كذلك يقدر يكون هو الخوف لأن ابنا دم تبقى عند ذلك الفكرة ما لي أنا واحد من مليار ديال الناس اللي غادي يزعمان اللي عرفت الحقيقة والغرين كاملين غالطين فتيبقى عندك ذلك الإشكال ديال وربما كينش قوة خلقات الكون وربما كينش حاجة سبب الكون ولكن الإسلام أنا ممتعفقش معه يعني فتدخله ربما بلما تشعر لواحد الإفترة الربوبية كل واحد حال تتطول عنده أنا مطولتش عندي بزيف ربما بضعة أشهر وقالها صافي ساليت ففي هذا الوقت هذا ما كانش عندي يعني كما قلنا أنت هدرت عن المسيحية المسيحية كذلك فيها المشاكل ديالها فأنا درست المسيحية والمسيحية ما كانش بالنسبة لي يعني فيها واحد الإطارة كافية أنني نتمسك بها أنا كان عندي مشاكل كذلك مع الإله وهذه المشاكل الأخلاقية ما عنداش علاقة غير بالإسلام معضلة الشر مثلا ما عنداش علاقة غير بالإسلام مشكلة معضلة الشر عندها علاقة بالأديال الإبراهيمية عندها علاقة بالآلهة الشخصية فممكن أن نخرج من الإسلام جزئيا بسبب معضلة الشر ونتخل المسيحية وهي فيها كذلك معضلة الشر إذن ما درتوها له نعم نعم يعني نجاوز وقت السؤال صديقي وسؤال تالي يعني لماذا تخفي خصوصا أنك يعني معروف أن هشام أو الكافر المغربي لا يظهر بصورته في اللقاءات للمباشرة التي يوضح في فيسبوك أو اليوتيوب أو حتى في بعض اللقاءات الصحفية التي طلبت منك أو اللعب التي يعني لماذا تخفي وأغلب الملحدون يعني اليوم في المغرب خصوصا بأنهم ممكن يظهروا بوجههم بمكشوف وبأسمائهم وصفاتهم يعني صحيح هو الجواب على هذا السؤال من شقيين نحن ندخله في السئلة في هذا الشيء الأول هو أنا ما معرفتش يعني القيمة ديال الطهور بالوجه هو كأنه زعمارها إلا شف الواحد النف ديالي رغا ديولي الحاديث اللي كان صحيحة يقول اللي ضاعيف يعني ما معرفش أنا الوزن يعني وش ماشي مهم هو الأفكار يعني وش ماشي مهم هو اللي تيعطي الإنسان وش ماشي هما هادو اللي أهم يعني الصورة ديالي رغا ما شي شي حاجة أنا متحكم فيها أنا متحكم في الأفكار ديالي وكما متحكمش في الصورة ديالي الصورة هي جينات فقط صحيح يعني أنت تولد تيف المغريب هذي مسألة جينية واحد لكسيدون جينيتيك تول تيف المغريب فأنت مغريبي واحد تولد في أسيارة هو أسياوي ما تحكمتيش في اللون ديال البشرة ديالك ولا اللون ديال الشعر ديالك فأنا بالنسبة لي هذه المسألة ماشي مهمة ماشي هي السبب ولكن غير تتبلي شوية في شكل علش الإنسان تركز على مسألة الصورة هذا ما تعنيش أنني متنطلقاش مع الناس أنا تنطلق مع الناس في الواقع يعني اطلقت مع الكثير من الناس في الواقع السؤال أساسا هو ما تطرحه من أفكار وش مكنش عندي هشام للزرعة أن يطرحها بصوراتي افهمت أنا هذا هو الشكل الأفكار هي المهمة الأفكار هي المهمة ولكن هذا السؤال يبقى يعني تساؤل أنا كنت جايك هو الشكل الثاني من الجواب هو هذا من الجواب على السؤال هو هذا وهو أن أنا عندي واحد لمشكل صغير ما عندوش علاقة بي أنا ديريكت عندو علاقة بناس اللي مقرر باللي أنا شخصيا يعني ناس اللي جوزء من العائلة اللي غادي يتضرروا من طهور ديالي أنا يبلوجه ديالي غايد ضرروا درار مباشر فأنا من أنت نفكر فيها أخلاقيا تتبلية لا أخلاقيا تتبلية بل تتبلية فيها أكثر من أنها لا أخلاقية تتبلية فيها أنانية حيث أي واحد وربما أي واحد غادي تافق عليها هو أنك من أن تكون عندك واحد الأتباع بزاف ناس اللي تشجعوك ناس اللي تتعاملوك معاك مزيان تبغي المودة، تكون قريب لهم والصداقة وهذه تتعطيك واحد الإحساس بأنك خسك تبان خسك تكون يعني التعرف شكو أنت، ما تبقاش دي مناكرة مجهول ولكن هذه هي تكون فيها أنانية يعني أنا إلى بانت و والتي عرضوا علي بعض المرات قناوات التلفازية يقول لك أجي عدنا تدير يعني تحضر نقاش والإندواء والإبعار هذه تنقول لهم ما قدرش تبان بالصورة دي فأنا لو كانت أنانية سأقول لهم أموي نجي أنا بغيت نتعرض على ذكر هذه المعلومات هذه نيت كين واحد القناة مسيحية فهذه مدة طويلة ربما خمس سنوات تقريباً كانوا عرضوا علي أنني ندير برنامج معهم في القناة يعني نكون أناموا البرنامج فلو كانت أنانية سأقول أوكي أنا عزيز علي المسيحية برنامج في البسيحية أو في الإلهاد يكون يكون برنامج ربما متنوع وما ما حددوش الموضوع وما قالوا قالوا واش تخدم معانا نديروا لك برنامج ديالك وتخدم معانا فربما يكون خالط في مسئلة المسيحية أو الإسلاميات أنا ماتي أهمني أنا غير أنا بطابعة حالك لوم ما نقدرش غير هو لو كنت أنا أناني تنفكر فراسي غادي نقول من بعدي الطوفان كما تيقولوا أنا ندوز ومن موراي الطوفان ماتي أهمني ولكن أنا تعتبرها مسألة الأخلاقية أنني لبنت وجهيه ما يعني شهد بأنني مع مري غادي نبان بالعكس يعني إلا تغيرات الأمور غادي نبان يعني دوك الإكرهات اللي عندي الآن إلا تغيرات غادي نبان لأنما تنشط الإكرهات غادي تبقى خمسين سانة فإلا تغيرات غادي نبان وكما قلت لك في الواقع ما عندي شي تحفظ في الواقع أنت اللي جيت عندي غادي نتلاقى معاك وغادي نتوهره ما عندي شديك المسألة ديالا نبغي نبغي نبغاز عماء مخبية ما عما تعرفني التشي واحد والله أنونيم نعم تعرفوني بزفد الناس وطلقوا بيها و واضح نجاوز هذه المسألة طيب يعني من خلال ما تنشره كنت نشره في فيسبوك أو في الحلقات اللي كتعمل تبدو من خلالها يعني أنك تنتقد كثيرا الإسلام والأديان صح مع أنك يعني اخترت طريق لأنك تكون ملحيد لماذا يعني هذا انتقد الدين خصوصا الاستيزاء من هذه الطريقة اللي هي ربما مستفيدة للمسلمين أساساً صح في كثير من الأحيان صح وهو يعني أولا خصنا نفهمه وخص الإنسان تلمؤمن يفهم بأن نراه الدين مجرد مجموعة ديال الأفكار يعني واحد الإيديولوجية فقط وخا هو يكنت يعتبرها مقدسة راهوة يعتبرها مقدسة شغلوا هذاك بحل يتعتبر الفار مقدس بحل شي جامعات يعتبروا الفار مقدس أنا لا أفرد علي أني لا أضحك من الفار لا أفرد علي أني لا أصخر من الفار أنا لا أصخر من الفار وخا تكون تعتبره مقدس فالإسلام والمسيحية واليهودية وجميع الأديان هي مجرد إيديولوجيات أنا لا أصخر من المجموعة ديال الأفكار لأن الناس اللي تتقدسها أنا عندي الحق الكامل أنني نسخر منها أنني نكت عليها أنني ندير كاريكاتور عليها نضحك عليها لأنها فقط مجموعة ديال الأفكار شنو اللي ما عنديش أنا الحق ندير هو أنني نسخر من المؤمن بهذه الإيديولوجيات أنني نضحك ولا ندعو الكراهية ضد الناس اللي معتنقين واحد الإيديولوجية هذا خط أحمر ومعمري درسو يعني معملك هاتي تلقى في شي فيديو أنني تنسخر من شي مسلم تندحك من ولا أي مؤمن ولا تندعو الكراهية ولا تندعو القتل العكس واللي صحيح لأنني اللي سنتعرض للتهديد بالقاتل والتندعو الكراهية وأنا أنا والضحيانة ولكن يجب أنني نسخر من أشياء يعتبرونها مقدسة من النبي من القيم الإسلامية لا تعتبر بأنك تقيس الناس في شخص ديالهم ولكن الكثير الذين يعتبرون بأن شخصهم يتقيس وهذا أولو بالمشكل المشكلة ليس فيها أنا لأنك لا تتفرق ما بين أنك تتقدس واحد الحاجة والآخرة لا تقدسها هذه مشكلة كنت إذا كنت أنت شي واحد إلى سخر من الدين ديالك تجرح المشاعر ديالك مشكلة كنت ليس مشكلتي أنا أنا تنمارس حرية التعبير اللي عندي وحقي المشروع في النقد هاد السخرية اللي تندير راها نقد ساخر را ما شو سخرية من أجل السخرية فقط فعندها أهداف فأنا من تنسخر من المقدس ماشي زع ما يبغي نضحك ونمش في حالي زع ما تبرعت أنا زع ما في برت على قلبي أنني سخرت من المقدس نحاولو ننزعو ذاك ثوب القداسة على ذاك المقدس ذاك اللي أنتو الشاب اللي ما تقدرش يتقاس باش يقدر الإنسان يشوفو على حالته أنا دي مثلا أعطي المثال ديال قيصصات المالك العاري ذاك المالك اللي جا عنده الخياط قال لي نصوب لك ملابي السحرية تشوفوها غير العقالة ولا تشوفوها غير الأدكية فالمالك حيتغابي قال لي أوكي فصوب هذا المالك خارج عرياني يعني فحش ديالو تشوفوه الناس وكل شي تصفقه فرحان لأنه لما يصفقه فرحان غادي يقولوا بأنك أنت يا رك غبي فكل شي بغي يكون داكي فأنا هو ذاك الطفل الصغير اللي يخرج وقال ليهم أضحك على المالك قال لي وقال المالك عرياني فأنا كل شي بدأت يضحك كل شي اللي نعرفه بأن نرى القادية فأنا هكوز ندير مع المقدس أنا بالنسبة لي المقدس هما ذوك الملابس السحرية ديال ذاك المالك اللي قاع الناس تيمشيوا في الطيار يقولون لك المقدس زوين المقدس زوين محصان ما يقيسوا تشوي واحد أنا تنجيز نقول لا المقدس را خيب المقدس را تقتل الناس المقدس را فيه لا أخلاقيات المقدس را فيه العبودية را فيه استعباد الناس را فيه تعامل فضيع مع المرأة فهذا شي هذا خصيبان فأنا إلا سخرت منه هذه وسيلة ديال النقد السخرية هي آدات ديال النقد للأسف المسلمين خصوصا ما زال عايشين في مقابر التاريخ يعني ما زال عندهم قرون وقرون ديال التخلف في مسألة التعامل مع الإديولوجيات اليوم في أوروبا إي لمشيتي الأوروبا غاد يتلقى الناس ولا أمريكا غاد يتلقى الناس تسخروا من المسيح تسخروا من المسيحية كوميديا تنهار كامل وما تضحكوا عن الكنيسة وتضحكوا عن الكتاب المقدس وتضحكوا عن المسيح وتتلقى مسيحيين في الجمهور تسفقوا وتضحكوا نعم ولكن يعني في السياق في السياق الحالي خصوصا في السياق الإسلامي انت عارف بأن هناك يعني على عكس أو جوزتها بديانات الأخرى أن الإسلام ما زال يعني من داخل دياله هاتشي لي كيبان كيبان بأن هناك إديولوجيا قتالية وانت منك تقوم بهذه السخرية يعني هي من حقك في التعبير وتنقله لتسخر من هذ الطرف يعني ما كنت تشوف بأنه ربما يعتبر تطرفا من الجانب آخر ليمكن لي خرج هذه الإديولوجيا القتالية اللي موجودة في الإسلام بسبب يعني الاستفزاز وهذا الزواجية من حرية التعبير يعني والشخصية ونقل هادشي الفضاء العام المشكلة المشكلة اللي عندنا اليوم هي أنه بسبب الخوف من هذ الإسلام الهمجي أنا لم تنعبر على رأيي طبعاً لا تشارك معي في الفكرة بما أن الناس تخافوا من هذ الإسلام الهمجي هذ الإسلام القاتل تخافوا من المعتنقين ديال هالدين هذا اللي يقدر يتردق عليك في أي بلاسة تخافوا من ردة الفعل اللي تتهدم السفارات وتتهدم المباني وتدير الجرائم ضد واحد الإنسان اللي قال كلمة ولا أرسم كاريكاتور ولا لدينا واحد القادية اليوم في العالم اللي تتسمى واحد البريفيلاج اللي خاص فقط بالإسلام يعني تتلقى مثلاً واحد المسيحي النهار مشي مسيحي واحد الليبيرالي ولا واحد المفكير ولا واحد المتقف في الغرب النهار وما طاله هو تنتقد في المسيحية وتسخر منها تتجيل الإسلام حبس خط أحمر علاش تلك الخط الأحمر شنو الفرق ما بين الإسلام والمسيحية بالنسبة لي نحنا ماشي بالنسبة للمعتنقين بالنسبة لي نحناية ما خاش يكون فرق في الإيديولوجيات الإيديولوجيات كلهم ينتقدون كلهم أي إيديولوجيات قدر تنتقدها وخاص لي فعلاً يتجاوز هذا المرحلة تبرهيش بين القوسين هو المسلم ماشي أنا أنا تندير من غيري لقلت لي راه الإسلام ماشي إيديولوجية راه الإسلام هو الحقيقة المطلقة وخصنا كلنا نأمنوا بالحقيقة المطلقة نو هي الحقيقة المطلقة بالنسبة لي نتايا كاتب القرآن تنتقد الأديان الأخرى كاتب القرآن يسخر من الأديان الأخرى كاتب القرآن تشبه الكفار بأنهم نجس بأنهم كالحمار يحملوا أسفارة تشبههم بالكلب تشبههم يعني بأقدح الأوصف فإلى جين أنطبقوا نفس المعايير نقولوا إذن راه كاتب القرآن راه تدير مت похож من ذك لا ينتَقدي الإيديولوجية لا يدياجهم حقوق لا يوجد حقوق يوجد حقوق إنسان وحقوق الإنسان عنده حقوق أنا ما تنقيش الإنسان ولكن الإديولوجيا يدير لها حقوق وتمنعني أنني ننتقد ولا نسخر منها عجيب المسلم عنده واحد ازدواجية في المعايير طبعا لأن المسلم تعتبر راسه عنده الحقيقة المطلقة وراء الله معاه وذلك شيء فالمسلم يقدر يسخر من الهندوسية النهار كامل ويسخر من الهندوسية ما عنده تشيء إشكال اللعنtime للمسلم يقول لي بتشيء التي تعليه ما تشرح أهني أخلاقه المسلمين يتع harassed from the mis seventh Yehuds لكن يقول لي أن تتعليه اخلاقيerman وستستفيا إيوادomics الإيهود ولا تستفيا إيوادع المسيحيين كان عليم مسلم ينقر إلى هذا الفر时候 الجحيم لسيء Centre وهو للاسف خطتح في الغرب لا يمكن أن يأتي بشيء الليبيرالي في الغرب ويتضامن مع شعر الإبداو مثلاً يتضامن معها، يقول لك لا وأنتم مشيتوا بعيد وستفزيتوا المسلمين ولكن شعر الإبداو أنت تنتقد المسيحيات وكل شيء متافق، لا يوجد شيء إشكال نعم، فهذه السياقة يشامنيت الكثير من الملحيدين سواء من خلفية إسلامية أو من خلفية أخرى عندما يتخلون الدين، يتخلون أيضاً على الخوض في المواضيع وإشكالية الدين ولكن أنت يبقيتك تخد في الإسلاميات وفي التاريخ الإسلامي وفي الإرث الإسلامي بشكل يفيد، بشكل غير مباشر بأنك تدعو بين مزدوجتين لدين الإلهاد نعم، وهو ما كينش دين اسميته الإلهاد طبعاً هذا ما أشكرت لك بين مزدوجتين نعم، هو حكم مسبق، هذا حكم مسبق على الملاحيدة أنهم يدعون الإلهاد أنا إلى لاحظتي، جميع الأعمال ديالي وجميع نعم، 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 من خلال الأعمال ديالي نعم، 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 من خلال الأعمال ديالي لا يوجد فيديو تدعي في الإلهاد من غير إلى فهم الإنسان بأنني تدعي قلت بشكل غير مباشر يعني ولو بغير مباشر، أنا بالعكس، أنا تقول مباشر نوضح لك، نعم، نعم، نعم بغير مباشر يعني لك، ليس كنت متاقط في العيوب الإرد الإسلامي وتكشف عليه بشكل يفيد أنك مهتم به كثيراً من قناعات أخرى اللي هي إنسانية أو قيم عالمية اللي ممكن أنك تشغل بها كحرية تعبير كالقيم اللي هي معروفة ولكن كتبقى أنك تظهر هذه العيوب بشكل يفيد أنك تدعو الناس إلى الخروج من الدين أنا تكلمت على هذا الشيء بطريقة مباشرة ماشي التغير مباشرة ربما غير ما يعني ما سمعتينيش في هذه المسائل اللي قلت ولكن أنا سنقول دائما أن الهدف هو الإنسانية وماشي الهدف هو التلمس لم يخرج من الدين أنا ما عندي تشي ربح ما عندي تشي منفعة أن ألف مسلم ولا عشر آلاف مسلم يخرجون من الإسلام بسباب أنا ما عندي تشي منفعة ما عنست في دواله اللي تهمني أنا أولا وأخيرا هو أن الناس هدش اللي تندير يؤدي بالناس أنه ما ياخدوش الدين بواحد الجدية لدرجة أنه يدمر الحياة دياله بغيتي تبقى مسلم طوقوسي احتفالي مسلم بين قوسين علماني مسلم حداتي هذا كوى الخير والباركة عندي أنا أنا ما تهمنيش خروجك من الإسلام ولا دهابك للإلحاد فالإلحاد بعيد بعدها لا أطلقها كاملة لأنه خي يخرج الإنسان من الإسلام ما تيعنيش أنه يولي ملحد وأصلا ما كنتش يربح فأنك تولي ملحد ولا ما توليش ملحد بالنسبة لي لدينا مجرد ماسونية إلحاد مجرد ما تحسبو لنا لحد مجرد ما خرجناه من الإسلام لدي هذا كلام فارغ طبعاً فأنا هدف من الشيء لا لا سؤال بعيد على نظرية المؤامرة نعم الهدف هو الإنسانية فأنا عندي مسلم حداتي مسلم إنساني تأخذ الدين ديالو فقط باحتفالية كما تأخذه المسيحيين في الغرب هذا عندي هو أفضل شيء هذا ليس ضروري لأحد يخرج مننا كلنا نمثل من ثقافياً يعني ثقافياً الإسلام أضطر في الثقافة ديالنا فأنا نقدر نقول تجاوزاً أنني مسلم ثقافياً فمعمر الهدف ديالي كان هو الدعوة لإلهاد أو لا هذا طبعاً حكم مسبق فقط نعم يعني في سيشان في الغياب المعطيات حول الملحدين المغاربة يعني جميع الدراسات التي أنجزت عالمياً يعني على الأديان أو للا أديان كتصنف بأن موجودين يعني كتعطيش رقم تقريب للمسيحيين المغاربة لليهود المغاربة ولكن ما كانش رقم خصوصاً في المغرب على العدد للهد من الناس هذول يعني اللي هما الذين يعترفون للهد واش يعني أنت من خلال يعني الشيغالك في هذا الموضوع وأنك كتلقاً عن جموعاً الملحدين اللي هما من أصل المغربي أو لمغاربي أو العربي في الويب هل ممكن أنا نقدروا الملحدين اللي يقدروا يكونوا في المغرب؟ واش عددهم كتير؟ كليل؟ وهي كيين بعض الأرقاب التي يعني اللي تتلاحب حالها وكو تتضحك يعني واحد المراشي واحد قال بأن عدد الملاحدة في المغرب 314 ولا شي حاجة تيقتل بالضحك ذاك شي يعني ربما غير المعجابين بشي منشور ولا بشي فيديو كفري تتلقاهم بالآلاف ما عرفش أنا 300 هذي منين جابوا يعني المجموعات الإلحادية والمجموعات الكفرية اللي كيينة في الفيسبوك سواء سرية ولا مفتوحات تتلقا فيها عشرات وعشرات وعشرات الآلاف طبعا الفيسبوك ما نقدروش نحكمه من الفيسبوك على الواقع أكيد بأن الأغلبية الصاحقة راح مسلمين ولكن نقدرون نقوله بأنه ربما واصل لمئات الآلاف أنا متأكد من هذه النسبة يعني أنه واصل لمئات الآلاف واش واصل لمليون ما نعرف ولكن التقديري الشخصي هو مئات الآلاف ديال المغاربة صعيب تدير تائحسائيات صعيب تديرها يعني تصور أنك غدي تسول واحد الإنسان في المغرب تسوله واش انتهي ملحيد ولا لا يعني صعيب أنه يجاوبك بصراحة شحال من واحد معانا تحنا عندنا في المجموعة السرية ديالنا عندنا مجموعة ديال الناس اللي إلا مشيت البروفيل الشخصي دياله غا تتلقاه مسلم مسلم نعم الملحيد داخل الخزانة كثير بزاف المغرب وماشي غير المغرب يعني جامع الدول بين قوصين الإسلاميين معم يعني من خلال تفاعل هذه المجموعة التي تكلمت عنها في الفيسبوك أو في مواقع يعني في الاندرنت واش نقدروا نقولوا شي نار من خلال يعني نقع الشركين ما بين هاد الناس الملحيدين يتموا التنظيم ديالهم في جماعة موعينة أو لجمعية موعينة كيف ما ديالهم جموعة من من للمسيحية المغربة بدأوا كيت مضموا يعني العطياف الأخرى يا والفرق الواحد اللي كين هو أن الإلحاد ما عنده تشي علاقة بالدين ولا بشي إديولوجية والإلحاد هو فقط عدم الإيمان بوجود آلهة وغالباً تنهضروا على الآلهة الشخصية فإذا ما جمعنا شي حاجة اللي كبيرة تنظن بأن مجموعات اللي تكون مجموعات إنسانية يعني مجموعات إنسانية إيمانيست هادي غادي يكون عندها وحد الدفعة أكبر وغادي يكون عندها تناجح أكبر وتنظن بأن نرى أغلب الناس اللي تخرجوا من الإسلام تيولوا إنسانيين أغلبهم ما تتوقعش عندك ذلك المسألة تصنيف الناس هذا فاسق هذا خبيت هذا زندق هذا كافر هذا فتتولي تشوف الناس كاملين بواحد نطرة إنسانية فتنظن هذه المجموعات هذه الإنسانية غادي يكون عندها تأثير أكبر وأنا متأكد بأن مستقبلاً غادي نشوفوا نشوفوا هالتأثير في أرض الواقع لأنه بدأت الإشارات الجميلة دياله بدأت تتبان ديجة دابا يعني في التعايش في التطبيع في التطبيع ديال المغاربة يعني ولكن إن واحد التطبيع معه راح كاينين ناس اللي مخالفين معنا في الرأي راح كاينين مغاربة ماسيحيين راح كاينين مغاربة ملاحيدة من وسائل الإعلام التي تتكلم علينا من يعني في الصحوف تتكلموا على ظاهرة الإلحاد تتكلموا فهذا يعني بأننا رأى المغربي والتي طبع والتي تتعايش مع هاد الفكرة هذي فمستقبلاً علش اللي نشوفوا ناس فاعلة ناس إنسانية اللي تتكلم على الإنسانية وتتكلم على يعني أن هاد الناس هدو يكون عندهم الحقوق ديالهم وأن اختلاف الرأي يرى ماشي مشكل وأن الناس في المغرب تقول لي تاكل رمضان بلما يبقوا عليها ما يكون عليها ضغوطات ومشاكل مع القانون فهذا الشيء كامل تنتمنى وأنه يتحقق لأننا نحن في القرن الواحد والعشرين وما زل شدين في منادم واشي قدر يأكل ولا ما يأكلش ولا واحد ميت لي واشي تكون عنده الحقوق دياله ولا الله يعني هذا هو السؤال لك اللي كان جاهي يعني تقريباً جوبت يعني بطريقة سهولة كلا الإمكانية ديال هاد النقاش اللي كيدي اليوم في مجموعات سوى سرية سوى عالنية في غيزو سوسيو واش ماشي ممكن أنها تخرج الأرض الواقع وأنها تفقت يعني في كل العالم بتخرج من العالم الافتراضي إلى العالم الواقعي يعني كانت مجموعة ديال الأفكار ديال كيفاش الواحد يقدر يستطمر هاد لأننا نرى نحن ماشي أقلية للي تشوف نحن ماشي أقلية نعم يعني بالمقارنة مع العدد ديال المسيحيين في المغرب أو العدد ديال اليهود في المغرب كيمما قال السيعة صيد البارح في الندواء حنرى ماشي أقلية حنرى نس نس كتار بزاف يعني فإلى كانت الإحصائيات والتقديرات ديالي صحيحة إلا كنا مثلاً واحد خمسمائة ألف ملحد باش منقولش كافر وندخلوا المسيحيين فإلا كانت خمسمائة ألف ملحد في المغرب راح ماشي أقلية دياليك ماشي مؤثرة راح كين واحد تأثير غير هو ما غادش تكون القاعدة يالإلحاد لأن الإلحاد ما يوصلك تلشيحاج الإلحاد راعوالو ما يتوصلك تلشيحاج خصنا نركزو على الحقوق ديال الأقليات خصنا نركزو على الإنسانية خصنا نركزو على العلمانية فصل الدين عن الدولة خصنا نحاولو أننا نضغطوه باش الدولة تمشي مع العلمانية أكثر ما يكونش الدين واحد المؤثير في تشريع القوانين هاتش هو اللي خصي يركز عليه الإنسان أنا تنظن مستقبالاً في المغرب تنظن بإن مجموعة من الأحزاب السياسية غادي تولي تتبنى أكثر وأكثر العلمانية غادي تتبنى أكثر وأكثر هاد المطالب الإنسانية هذي الحقوقيين هذي عادي نولي ونشوفها في السياسة بطريقة غير مباشرة عن طريق الأحزاب نعم يعني هذه القيام اللي تكلمت له فبما يتشارك فيها حتى المسلمين يعني كينما هو مسلم ويطالب بنفس القيام ويؤمن بنفس القيام ويطالب بنفس المطالب اللي تكلمت له لأنها كانت هذه القاعدة هي اللي ممكن أن يشتغل عليها صحيح صحيح ما نسميهم بالملحيدين نحن هدش اللي تجمعنا نحن ما تنقلبوش على شي حاجة اللي تفرقنا نحن تجمعنا الإنسانية فانت سواء كنت مسلم تؤمن بالعلمانية وتؤمن بالإنسانية وتؤمن بالتعايش وتؤمن بحقوق الأقليات والحريات الفرضية فما تهمني شانا باش تتآمن تتآمن بحمارتي الطائر ولا ما تتآمن شمي ما تهمني شانا تهمني في الأخر أننا كلنا في نفس الاتجاه وأبغي نفس الأشياء نعم يعني في السياق يعني قريب سقريبا لله الشي اللي كنا كنت تكلموا فيه يعني شنو إيقف الدعوات اللي دهرت مؤخراً أنه هي دعوات جديدة قديمة يعني في اللي كتدعي بجديد الدين وإعادة تأويل فقه الديني كما يفعل اليوم يعني الشيخ أبو حفص وأمثاله كثير في المغرب كيفشك تشوف هذه الدعوات؟ هي في قعدش اللي تدير الشيخ محمد عبدالوهاب رفيقي ولا قعد الناس اللي تطالبوا بالتحديث أنا عاج مني الحال مزيان نعم نقدرون نختلفوا غير في الرؤية المستقبلية أنا تنشوف بأن هذه المسألة وخيز وينة وتظهر في الطاهر ديالها تتبان زوينة ولكن أنا تنظن بأنها تطيل طريق هذا رأيي شخصي ما يعني غير رأيي ديالي أنها تطول علينا الطريق أنا تنظن بأن المواجهة ربما تكون أحسن وخد تكون عنيفة غادي تكون أحسن يعني في عوض أننا منحاولوا أننا نصلحوا واحد الحاجة اللي هي فاسدة ونبدأوا نقلبوا على شي ما خارج باش نقدوها من هنا شوية ونقدوها من هنا شوية تنظن غادي نمشي عوضتاني واحد ألف وربعمائة سانة هكوة وكل جيل من مور جيلتي تسنف وقاش غادي تحقق هذا التحديث هذا باش يولي الإسلام زوين وباش يولي كل شي زوين أنا تنظن المواجهة أحسن الأسلحة راكينا اليوم أي واحد يقدر بنقرة يعني فأراء غادي غادي يمشي للإنترنت غادي يجبت جميع المراجع الإسلامية ويتأكد بنفسه ويبحث بنفسه موقعش عندنا ذاك المشكل ديال باش توري شي واحد شي حاجة خايبة في الدين ولا شي مشكلة أنك خصو يمشي يشري البخاري ولا يشري شي حاجة من المكتبة هذي عرفها ولا شي ديال بسهل فعدنا الأسلحة كينا وتنشوفوا أوروبا يعني تنشوفوا الغرب لدار واحد القاطعة مع الدين ذاك شي ديال الإصلاح واشنا غادي نرجعوا دا بل نحاولوا نديروا إصلاح على الطريقة المسيحية يعني الكثير من الناس الذين تطلبوا بالخيطة بحديث أو تجديدي أو تطويري تبدأوا يديروا لك المقارنة مع المسيحية والإصلاح ديال مارسيل لوتر الإصلاح ديال مارسيل لوتر اللذي لدرنا في الإسلام والأولي وداعش فإلى أرجعنا الأصول هذا أصولي صحيح لأن مارسيل لوتر حيّد أنه ضرب بتعابير إسلامية مارسيل لوتر حيّد البيضاء مارسيل لوتر هو محمد عبد الواب مارسيل لوتر هو الوهابية حيّد جامع البداع اللي جابتها الكنيسة الكاتوليكية ورجع للأصل لصول السكريبتورة هذا يرجعها سيد الكتاب فإحنا يدرنا هذه المسألة هذه أن أقولي صافي على عقيدة السلاف وغادي يقولي النصوص وذلك شيء حرفي وما غادي يقولي عندنا المشاكل فأنا في نظري الشخصي خاصنا المواجهة خاصنا نعترفه بالمواجهة كيف شد المواجهة؟ ما هو الحل؟ أم تلغي الدين بشكل كامل على الفضاء العمومي أم تلغيه كطوق السعب أم ماذا؟ لا أم تلغي الدين لا يمكن أن تلغي الدين المسألة تتوارد الدين واحد التقليد لما كان الدين يتوارد كون كانوا الناس تتعرفوا على الدين من تتولي عندهم عشرين سنة خمسة وعشرين سنة كون ما أمنوا بإلا القليل أجد؟ أجد من أن أحد السيد عندهم عشرين سنة أو لـ 25 سنة سأقول لي أول مرة في حياة ومع ممروس مع هذه الهضرة تقول لي هذا سيد كان في الغارجة عنده واحد الملك وقجو وقال لي يقرأ هذه هي بدأ يضحك والتي يستغرب من هذه القيصة هذا يصير عاود هذه القيصة لشي هندوسي مع ممروس مع بالإسلام سيضحك كما انت غادي تضحك على الخرافة دياله وعلى المسائل دياله هو في الهندوسية فلان الدين واحد التقليد يتورط لان تنطلقوا الدين عن طريق التلقين في الطفولة الوحد تتولد تلك القراسوف أسرة مسلمة فتيكبر مسلم وغادي يموت مسلم بنيسبة أكثر من 99% فهذه المسألة تتصعب علينا أننا نبغي وأن الدين يتقصى ولا يتحيد ولا نقول له صافين الغيوة ما هذا دراء ما ما يمكنش اللي خاص يكون هو لما نقول لمواجهة رمش مواجهة زعمى مسلحة لما نقول لمواجهة هو أننا نتكلم على الدين بدون دريبلاج بارك كم المراوغات لأن المراوغات ستطول الطريق من تيجي عندك واحد يقول لك وديرها الدين رهزوين رهي ما فهمناش رخصنا واحد تأويل جديد للدين واش بغي تدير العكر على الخنونة انت عندك الخنونة اش بغي تدير لا تدير العكر تجي وقول ركينا الخنونة اجي نحيده الخنونة فاللي تعجبني هنا في هالطرحة واللي تنميليها أكثر هو المنهج ديال ماجيد نواز ماجيد نواز ما تيجيش يقول لك غير ما فهمناش الآيات ديال السيف ماجيد نواز يقول لك كاين آيات ديال السيف وهذا الآيات ديال السيف لا أخلاقية لا إنسانية نعم كيفاش انت عاملوا معها اه اوكي تقريبا عندو نفس طحمة ابو حفز عندما يتكلم على ان هذه الآيات لها سياقات تاريخية والسياسية والاجتماعية اللي نزلت فيها وبالتالي لم تعد صالحها هو تيمشي أبعد من أبو حفز هو أبو حفز تيربط أكيد بالسياق بالزامكان وأبو حفز كذلك تيركز على مسؤالة ديال أننا منطقوش مثلا السناب كشي منطقوش هنابد الحاديث هذا وكيفاش وصلنا هاد الحاديث هذا يعني ماجد نواز يقول لك وي عدنا نصوص وي هاد النصوص لا أخلاقية وي هاد النصوص هاته خصنا القولي أحلي أنا صنظم هذا هو أحسن منهج باش نتعاملوا معه خصنا واحد ديسكوسيون اونات خصنا واحد نقاش صريح حول الإسلام أنا ما كرهتش واحد النهار في التلفاز المغربية نشوفه الناس تتناقشوا بكل شفافية حول مشاكل الإسلام بكل شفافية ويته واحد ما خايف أنه يقطعوا له رأسه فهد شي اللي خصنا إلا ما تنقشناش إلا ما حطيناش كل شي على الطاولة معمرنا غادي نزيدوا القدام كذلك ذاك النهج ذاك المنهج ديال أنه تنعرفوا الإسلام كان الفترة المكية والفترة المدنية فحنا عدنا الإسلام المكي وعندنا الإسلام المدني لإسلام المكي ما فيش مشاكل ما فيش مشاكل لإسلام المكي علاش ما نحاولوش أننا نعيش بالإسلام المكي يعني لو كان المسلمين كلهم تيعيشوا بالإسلام المكي ما كان يكون عندنا شي مشكل وذيك الساعة ولكن تهدى مشكلة لإسلام لأن الإسلام المكي ما شي بالضرورة هو الإسلام الذي نزل أو الآيات التي نزلت قبل الإجراء كين الآيات التي تعتبر مكية وهي آيات بعضية جدا على الإجراء أنا تنتكلم ما شي بالضرورة على الإجراء حتى تصنيف يعني كبالية شوية بنا لا أنا ما تنهضرش على ما تنتكلمش بالضرورة على نزل آيات ما تنهضرش أصلا على القرآن بالضرورة أن هذه صورة مكية هذه صورة مدنية تنهضر على التعامل للمسلمين الحياة ديال المسلمين في مكة الحياة ديال المسلمين في مكة كانت نقدرون نقوله حياة سلمية مسالمة لأنهم كانوا في حالة ضعف طبعا فإلا كان الإصلاح غادي يؤدي بنا أن المسلمين يقولوا باغين يتعايشوا باغين يتعايشوا نخرجوا إحنا مسألة سالطعف نحيدوها جانبا نقولوا إحنا المسلم باغين يتعايش في هذا العالم هذه وش المسلم يقدر يتعايش في هذا العالم بالجهاد بجهاد الطلب لا ما يقدرش يتعايش وش المسلم يقدر يتعايش في هذا العالم بتطبيق الحدود الإسلامية؟ لا ما يقدرش يتعايش وش المسلم يقدر يتعايش بالجهزة يقدر يتعايش بالمعاملة مرأة ما نقدرش يتعايش بأسواق النخاسة ما يقدرش إذن من هذا المنطلق نقوله إذن النصوص ديالنا ما نقدروش نتعيش بها في هذا العالم إذن خسنا نتخلوا عليها فقط ما بخلوش نحاولو نزينوها ما بخلوش نزينوها ما بخلوش نقوله لا رغير ما فهمناش حناية الجهاد راه الجهاد في هذا الآية هذي تيعني جهاد النفس راه هذي تتعني هذي نو نجي ونكونوا صريحين مع أنفسنا نقوله راه كين مشكل في النصوص ديالنا وماشي كين مشكل في النصوص ديالنا غير في القرن الواحد والعشرين لأنه تادي مسألة مضحكة منتم قاو نقوله بأن راه قتل مرتد كان زوين في واحد الوقت راه ما كان فيه تأشي إشكال أنك تبيع العيالات تتبيعهم في السوق بهال المعيز وده بحك في القرن الواحد والعشرين راه ما ما بقاش لا راه مع مروقا صالح بيع الباشر مع مروقا صالح قتل الناس مع مروقا صالح الجيزية وعنيا دينوهم صغيرون مع مروقا صالح إنسانيا فأخصنا نواجهه ونقوله راه كين في الدين ديالنا واحد الأشياء اللي ما صالحاش بغيتي تقول حكمة قولها يعني المسلم اللي عنده مشكل لأنه يقول هذا الهضرة هذي ماشي مشكل قولها سيدي بأنه راه أسواق النخاسة لحكمة يعلمه الله راه بيع الباشر كان حكمة يعلمه الله وحاول أنك تعايش في هذا العالم بالإنسانية لا حتى يعني دبال ما يسمى بالمفكري المتنوري مني كتكلموا على فاتل هذا المواضع يوعدون هاي لسياقها يعني تقول لك هذا كانت ماشي العالم كله كان فيه هذي المظاهر وبالتالي ماشي ممكن أنك تحكم عليها يعني من الدارات ليه ومن الدارات القرن الواحد وعشرين صحيح غير هي مشكلة ديال السياق تدير مشاكل أخرى لأن كين واحد الأشياء اللي اللي تايل حطيتها في السياق ديالا غا تتبلك لإنسانية مثلا مسألة سبي أوطاس سبي أوطاس المسلمين من خداول السبايا ديال أوطاس تحرجوا من غيشيانهين علاش تحرجوا إلا كانت في السياق ما كانش خصهم يتحرجوا ما كانش خصهم أصلا تكون عندهم الفكرة ديالانه ينكح مرت الراجل أن تكون فيها شيء إشكال لا ولكن بالنسبة لهذا الأعراب البداوي اللي كان عايش في الصحراء اللي كان في واحد الزمن اللي في العبودية وفي أسواق النخاسة هاد الأعرابي الأخلاق دياله الإنسانية دياله ما سمحاتش لي أنه ينكح مرت الراجل ولكن القرآن شرعها إذا انت السياق في مشكل يعني التفدات الوقت كين مشكل را ماشي غير في الوقت ديال ماشي غير في هذه زيد على ذلك أننا را تنتعاملوا مع خالق المزرات را ما تنتعاملوش مع واحد الإنسان بدوي شرع شي حاجة في الماضي والقيام الإنسانية تحسنات ونو ندروا مع خالق المجرات وش خالق المجرات ما كانش عارف بأن هذه الأشياء خايبة وش خالق المجرات ما كانش قادر أنه يحرمها كان قادر أنه يحرمها وش ما يعني منتنا تكلموا على نور مال مو إلا كنا تنأمنوا بأن القرآن اللي نزله هو خالق المجرات الحاكم العالم الباصر الخابير العزيز المواصفة كاملة اللي عنده نور مال مو خاص يكون التشريعات الإسلامية هي أسمى ما يقدر يوصليه الإنسان فما تنضمش بأن التشريعات الإسلامية هي أسمى ما يقدر يوصليه الإنسان نعم يعني آخر سؤال يشان قبل منسل هذا الحوار هو ما أردت وش نتبع يعني ما يحدث الآن في المغرب من دعاوات خصوصا دعاوات رسمية دي للدولة في يعني محاربة التطرف والإرهاب وكذا ورأيك في هذه الاستراتيجيات بما فيها ما هو أمني وبما فيها ما هو ما يقوم به العلماء خلال رابطة العلماء أو البجلس العلمي الأعلى اللي كترأس الملك بصفتي يعني أمير المؤمنين كيفاش كتشوف هاد الات استراتيجية هذي واش ممكن أنها يعني تقدر تحل المشكل بازدواجيتها الأمنية والتدينية الصوفية كيفما كتطرحه كتطرح في الدين ما يسمى التدين الرسمي أولا كتشوف بأن هذه غير يعني مسائل ترقيعية اللي كتصيب في إطار سياسة أمومية وصافية هي هي شوف أي حاجة تديرها الدولة تديرها من مصلحتها أما كين شي حاجة أنا المغرب أنا ما تنظنش بأن الدولة تدير شي حاجة اللي صالح الإنسان واللازع ما عندها واحد الهدف إنساني سامي نبيل بتنظنش أن هذه القادية كينا في الدولة الدولة تتبغي لمصالح ديالها هذه تدخل في لعبة توازونة الدولة ديما تتحاول عند اليمين وليصار تتحاول ديما يطلع اليمين شوية تتطلع شوية الياصار بشي يحبط اليمين فالدولة ديما تتتعامل بحلاقة والدولة الدولة الهدف ديالها يدخل الفلوس الهدف ديالها هي الاستثمارات الأجانب يأتيوا للبلاد يديروا الاستثمارات ديالهم لأنها بغي يدخل الفلوس فإلا كان هذا هو الهدف الدولة ما بغاش أن الناس يبدو يتفرقعوا عليها لكن الدولة كذلك هي اللي تتخلي المدد الوهابي يدخل بفلوس البيترو دولار ماذا يؤثر في المغاربة من غير المدد الوهابي اللي تيجي بالملايين ديال البيترو دولار وتتخلك الوهابية دياله في المناهج التعليمية وتتخلك المشاكل دياله تتخلك الهدف الدولة فهذه مسألة ديال توازنات فقط الدولة ما عندها تشي مصلاحة من غير المصلحتها هذا من جهة، من جهة أخرى؟ نعم من جهة أخرى أنا ما تنظنش بأنه غادي يكون ضاهير ملكي أو قرار ويزاري هوا اللي غادي يدير طورة فكرية في المغرب ما تنظنش. أنا تنظن., هون الليMs vas Bring the art assumption هم المثقافون هم ان النخبة الليs Of quemoft absorb time ولكن هم اللي هادي يقدرو أático لأنهم اللي س Russian و أdırده أيrag float يعني تتغيير المناهيج التدريسية نظن لم �。。. 그게 خطوة وحدة في مجموعة هذه الخطوات بش نزيد اللي أتمام ولكن لدينا الشجاعة لدينا المواجهة المواجهة. خاص المتقف بلادنا ما يبقىش يخاف. هذا هو اللي مهم. انه ما يخافش من المواجهة. انه يجي ويقول لك راعدنا مشكيل في التوراة الديني ديالنا. رخصنا نتعامله معه. ماش يجي و بدي يدري بلي التهوت. ما تعرفوا قاعلش تي هضر. بدي يدري بلي ويدخل منا هنا ويخرج منا لا تقول لي بحل الفقهة دي الاسلام. يعني ما تتعرفوش. انا خيتشا. فخصنا شوية الشجاعة دي للنخبة. وليو مرة يعني ما بقاش دي في الانترنت ما تحتاجه اصلا انت يا واحد القناة التلفازية اللي تدير لك دعوة باش تهضر. اتفشي الديريكت. تدير فيديو. تديرو في اليوتيوب. تديرو في الفيسبوك. ويسمعوا ليه. الالاف وربما مئة الالاف لا يسمعوا ليه. ثلاث ذاك الرقابة على المثقات وعلى النقبة الثلاث. نعم. يشام شكرا لك جزيلا صديقي على. العفو عزيزي. على هذه الحلقة هذه. ونتمنى ويكون لقاء قريب إن شاء الله. إما في حوار آخر ونش. بشي مناظرة أو لندو أخرى مع شي حدخر. أوكي. أنا نرى هالإشارة عزيزي. وشكرا كذلك على الأسئلة الجميلة والحوار الجميل. شكرا.